وينضم إلينا من البصرة مدير هيئة حقوق الإنسان والناشط علي العبادي أهلا بك معنا في العراق اليوم يعني كيف تابعتم الإجراء الأمنية الأخير بغلق مكاتب ميليشيا ثائر الله في البصرة تحية طيبة لحضراتكم وإلى مشاهديكم الكرام أهلا بك ورمضان كريم على جميع المسلمين والإنسان الجماعة بالتأكيد نحن مع الإجراءات القانونية والدستورية ومع كل الإجراءات التي تقوم بها القوات الأمنية العراق حقيقة يعني فيه وزارة الداخلية ووزارة الدفاع وكذلك بغير تشكيلات ما جرى حقيقة ليلة أمس هو حقوق ربما بعض التلابسات أو ما شابه ذلك الاجراء القانوني هو السيد السبيل وسيدي الموقف قبل أن أدخل أنا اليوم بالستوريو كان ليتصال مع مكتب القائد الشرطة أنه أبلغنا أنه هذه الإجراءات القانونية التي تم إلقاء القبض على بعض لربما ما جرى من ليلة أمس أداء الاستشهاد الشخص من المتظاهرين وربما إصابة خمسة نعم أنه إلقاء القبض على الذين يقاموا بهذه العملية وهذا أندل على شيء إنما يدل على أن هناك تحركات قانونية في تشكيل الحكومة الجديدية لأيس وزراء الكاظمي أن هناك تطمينات المتظاهرين أن هناك إجراءات قانونية تشعرون أنه هناك ربما جدية في موضوع متابعة هذه القضايا من خلال عمليات الرصد والمتابعة من هي الجهات المتورطة باستخدام العنف ضد المتظاهرين تحديدا في مدينة البصرة سيد الكلم نتكلم بواقع هناك تحقيقات منذ عام 2018 في عهد سيدي العبادة وكذلك دخلنا في حكومة سيد عادل الميد هناك تحقيقات جارية والأسف لم تعلن لحد هذا لأن حقق أو طالب من خلال قناتكم الموقرة أنه على الجهات المعنية أن تكشف أن تكشف من هم المتورطين في مقتل المتظاهرين ومن الذين تسببوا في مقتلهم وكذلك المرجعي طالبت بهذا الموضوع نطالب نحن حقيقة بالكشف الحقيقي من خلال الإجراءات القانونية وحقيقة الإجراءات المهنية التي تنصف المواطنين طيب على الصعيد الميداني العملي هل سيستمر التصعيد في البصرة وبما يتعلق بقضية محافظة البصرة سعد العيداني من الناحية العملية ما مدى فعالية قضية إقالة المحافظ ومطالبة تعيين بديل سيد الكريم نتكلم بصراحة القانون والدستور يؤكد حق التظاهر السلمي لا يوجد هناك حائق أمام التظاهر السلمي المتظاهرين من حقهم يتظاهرون لكن نحن حقيقة كما تعلم سيد الكريم نحن في جاعة كوفيد-19 والمرجعية أكلت أنه علتزام بالحظر الصحي وأنا حقيقة كانت لإجراءات اتصالات كثيرة مع أخواني الناشطين والوجهاء أنه نعم هناك التظاهرات تستمر من باب الإصلاح ألا يتناقض ذلك سيد عبادي مع ما تفضلت به من قضية أنه هناك جائحة كورونا وأنتم تطالبون باستمرار التظاهرات السيد الكريم التظاهرات هي قانونة ودستورية لا يوجد مانع لكن هذه الفترة فترة عصيبة العراق لا يمتلك تلك المقامات الصحية وكذلك إجراءات الوقائية بشكل دول أوروبية لم تستطع على هذا الوباء نحن نطالب أن المظاهرات هي دستورية ومن حقهم أن يتظاهروا لا يوجد مانع لكن هذه الفترة فترة عصيبة أننا نطالب أن يكون هناك يدم بيد ويجب أن تكون هناك مراقبة حقية لإجراءات الحكومية التي ربما تم تشكيلها قبل يومان نطالب بأن تكون هناك التضافر الجهود مع أخواتنا في الصحة نطالب أن يكون هناك لربما تضافر مع الإجراءات المطالبات هي مستمرة وحقق أننا نطالب من خلال قناتكم أن تكون هذه الحكومة التي تم تشكيلها أن تكون جادة بتنفيذ مطالب المتظاهرين وأن تكون هذه الحكومة الصارمة وقوية من أجل بسط الأمن وتنفيذ مطالب المتظاهرين من البصرة مدير هيئة حقوق الإنسان والناشطة المدني علي العبادي شكرا جزيلا لانضمامك معنا ترجمة نانسي قنقر